خليني تسمح لي بس هروح لزميلنا فاروق صلاح هيكلمنا على المطش طبعا يا فاروق كل سنة وانت طيب تمام يا صاحب تمام كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك وتكلمنا كده أخبار المباراة ايه وعتقد طبعا النفوذ فرح كل جماهيل النادي الاهلي في ات 2005 ومعاك اعتقد كابتن خالد بيبو طبعا كل التحية للزميل العزيز احمد سمير وبضيوفه الكرام وبكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان فوز غالي فوز غالي الفريق النادي الاهلي ونشئ النادي الاهلي موليد 2005 على فريق نشئ الزمالك هنا في المباراة لو قيمت بملعب النادي الاهلي ببنيرة ناصرة ضمن إطار بطولة الجمهورية للنشئين شخصية لقابة النادي الاهلي اللي ظهرت في الشوت الثاني النادي الاهلي حول تأخره بهدف نظيف أمام فريق الزمالك لهدفين وقدر يحط هدف التعادل وهدف الفوز طبعا على فريق الزمالك بالمناسبة ده تاني فوز لقطاع نشئين للنادي الاهلي على نشئ النادي الزمالك في أقل من أسبوع بعد النتيجة الكبيرة اللي كان حقاها أيضا موليد 2007 بالفوز على الزمالك بأربع أهداف مقابل لشيء أنا طبعا بيسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع نشئين بالنادي الاهلي كابتن خالد ده برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي تحيات الأستاذ احمد سمير وكل مشاهدين وبنبراك لك النهاردة على الفوز فوز غالي ودايما بنقول رهن على شخصية لأبتن ندي الاهلي أهلا بيك فاروق دايما أنت معنا في الانتصارات ودايما معنا في الأوقات الجميلة وطبعا بسلم على أحمد واتملاله الطوفيق طبعا مباراة طبعا كانت مهمة بالنسبة للفريق 2005 عاملين شغل كويس السنة دي بي نفسه وورا التحادسكنداري وعدجلة فيه تلت فرق الأمور ماشية بالنسبة لهم يعني بنفسه بعض فكان مهم جدا أن أنت تكسب النهاردة مباراة في ملعبك الفريق 2005 تعادل مع الزمالك هناك في ملعبه وكسبه هنا نتيجة كويسة 2005 عامل نتيجة كويسة مع الشيفة الفضيل زي ما أنت بتقول كان متأخر بهدف قدر أنه هو بشخصية ندي الاهلي وهذا اللي احنا بنحاول أن نرب الولاد عليه وأن أنت بتلعب لآخر دي وبتحاول أن أنت تشغل على نفسك وتشغل على الخصم أن أنت أي مباراة تحاول أنت تكسب وده اللي حصل النهاردة قدر أن احنا نتعادلوه وقدر أن نجيب هدف في الشوت الثاني والحمد لله مكسب كويسة مهم جدا كابتن خالد اللعيب في القطاع الناشئين أن الهدفين اللي أحرزهم لعيب النادي الأهلي من كرات سابتة وده أمر مهم جدا ده بيدل على الشغل الفني اللي اللعيب بياخده في القطاع الناشئين في النادي الأهلي ده حقيقة يعني الكرة فيها تفاصيل كتير قوي لازم تبقى من البداية كده ومن أنت صغير البداية وهو صغير يبقى عارف أنه بيشتغل على حاجات كتير قوي كل التفاصيل أنت بتشتغل عليها الكرة السابتة دي يعني ده حاجات من دهب كده في الكرة الكرة السابتة دي حاجة من دهب لازم تقدر تشغل عليها لازم تقدر تشغل بشكل كويس جدا عندنا يعني الحمد لله الناس بتاع الأوفر كويس وعندنا ناس أطوال كويسة وبتحرك كويس وشريف وكل المدربين طبعا بدور القطاع بلعبوا على فيه تركات كده بتحصل في الكرة السابتة والحمد لله ربنا بيكرمنا ونقدر أن احنا نحرز من هدف مبارح كنا بنلعب برضو مع سموحة جبنا هدف من الكرة السابتة دي تفاصيل بتبقى مهمة جدا انت بتلعب مبارات كتير قوي في فرق كتير قوي بتبقى قفلة الجيم شوية الجيم بيبقى المقفول فانت بتشغل على الكرة السابتة وتشغل على التفاصيل الكتيرة والحمد لله بتقدر تكسب يا كابتن خالد أخيرا مهم جدا ان لعب خطاع ناشئين في الناد الأهلي 2007 فاز على الزمالك في ملعب 4-0 يفوز أيضا في ملعب الناد الأهلي 4-0 ان ثقافة الفوز خارج وداخل الملعب دي الثقافة المعتادة اللعبين بيتربوا داخل خطاع ناشئين في الناد الأهلي على كده بص عادة كل المبارات اللي هالكبيرة دي نتاجة بتبقى يعني يا كبيرة أو يا إما يعني 2-1-1-0 يا إما بتبقى 3-4 كابتن خالد بيبو هو سيد مني حدثنا على المبارات الكبيرة المبارات الزمالك هي الساعات بيبقى فيه في الجيم مبارات بتفتح خلاص هي خلاص كرة مشيت انت مهما كان حتى الخصم بيضر بيحاول يرجع فكل ما هو بيحاول يرجع انت الفرص تبقى بنسبة لك أكتر وأحسن هو ده اللي عمله ساما صراحة يعني في المبارات اللي فاتت وحتى في المبارات اللي كانت في الزمالك انه هو كل ما الفرص كانت الفرق الزمالك بيحاول انه هو يرجع للجيم هو كان بيجيب أهداف يعني فده بيحصل في المبارات الكبيرة دايما عشان كده النتاج بتبقى جبيرة وساما استمرها والنهاردة شريف قدر انه هو يرجع في الجيم مباركة مقفولة قوي بس قدر انه هو يرجع في الجيم ويكسب ان شاء الله كابتن خالد بن بريك لك وان شاء الله فوز يعني ندار نهو المفوز مهم للفريق في مشهور البطولة ودايما مزيد من البطولات والانجازات لقطاع النشئين في النادر أهلي خاصة ان ده المستقبل بتاع النادر أهلي اللي الكابتن محمود الخطيب دايما في كل كلامه هو ده المستقبل وحريص انه هو يطمن على مستقبل النادر أهلي الهدف نمر واحد والمليون ان انت تعمل عيب كويس مش تكسب بس لازم تعمل عيب كويس شكرا شكرا زميل العزيز احمد سمير ده كان لقنا طبعا مع الكابتن خالد بيبو الحارس الامين على قطاع النشئين بالنادر أهلي بعد الفوز لفريق النادر أهلي موليد 2005 على فريق النشئة الزمالك في مباراة كبيرة من لعبة النادر أهلي اندلب بالدل على شخصية لعبة النادر أهلي على تركيزه وعلى اللعب جوا قطاع النشئين في النادر أهلي بيتربى ازاي والثقافة اللي عند لعيب النادر أهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز احمد سمير يا فاروق بشكرك شكرا جزيلا ووشك حلو دايما ومبروك طبعا النادي الأهلي وجماهيره ومبروك طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني للفرق على الفوز الغالي اللي اتحقق النهاردة بشكرك شكرا جزيلا فاروق